سيتم محمد بتقول إن هي بتترك بعض الفروض فهل لما تخرج صدقة يجزئها ذلك لابد من القضاء أنا فتني أداء الفرد فأنا خالفت أولاً لابد أتوب وأستغفر وبعدين أقضي لأنه دين الله أحقه بالقضاء الصدقة لها أجر وفي معاها رفعة في الدرجات لكن تغني عن قضاء لا تغني لكنها لا تغني عن قضاء الصلاة التي فاتك أداؤها فوجب عليك قضاء الصلاة بتقول لو هي أثناء الصوم أو الصيام لو تقول الصائم بكلمة حرام هل صومه مقبول؟ لا يبطل الصيام يعني لو أنا الإنسان شتم أو علّى صوته عمل شيء من الأشياء اللي بتاخدش الصيام لا يبطل الصوم لكن أجر الصائم بيتأثر بلا شك والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش فإحنا إلى نهاية الحديث فنخلي بلنا أثناء الصيام نحن نمتنع عن أشياء في أصلها هي طيبات حلال الطعام والشرب وغيره فلا نرتكب المحرمات وتسهل على الألس